انتهت مباحثات تركيا وروسيا في العاصمة موسكو حول الوضع في محافظة إدلب من دون التوصل لاتفاق جديد الرئاسة التركية قالت بعد انتهاء المباحثات إن أي نتيجة مرضية لم تتمخض عن محادثات موسكو وإن تركيا لم تقبل بالورقة والخريطة المقدمتين لها في هذا الشأن بدورها قالت الخارجية الروسية إن موسكو وأنقرة ملتزمتان بالاتفاقيات الموقعة القاضية باتخاذ الإجراءات الرامية لمعالجة الحالة الإنسانية في إدلب تزامنا مع انتهاء المباحثات قصفت قوات النظام بالمدفعية مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي كما قصفت طائرات النظام بلدة محمبل في ريف إدلب الغربي وطل القصف الجوي بلدة أورم الجوز بالقرب من مدينة أريحة في ريف إدلب الجنوبي وعدة مناطق في محيطها كذلك بدأت قوات النظام السوري بتعزيز وجودها في المناطق التي تقدمت إليها بريف حلب الجنوبي والغربي وعلى محاور ريف إدلب الجنوبي الغربي وريف اللاذقية إذ حشد النظام قواته على محور الكابينة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي كما رصدت تعزيزات على محاور ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وتحديدا على محور معرّة النعمان ما يرجح نية قيام النظام بهجوم جديد مصادر في المعارضة أكدت وجود حشود وتحركات على محور ركاية وسجن الواقع جنوب غربي معرّة النعمان موضحة أنها تتوقع هجوما في ذلك المحور المصادر أوضحت أن الهجوم يهدف في حال وقوعه إلى استكمال السيطرة على طريق حلب اللاذقية والسيطرة على مدن أريحة وجسر الشغور وكفرنبل وما تبقى من قرى تحت سيطرة المعارضة في ريف حمات الشمالي الغربي ووفق المصادر فأن تقدم النظام على طريق حلب اللاذقية يضع المعارضة فيما تبقى من ريف إدلب الجنوبي وأقصى ريف حمات الشمالي الغربي تحت خطر الحصار ما قد يدفع المعارضة للانسحاب مجددا نحو الشمال اشتركوا في القناة